اشتركوا في القناة بعد صدمة الغماري الموت يخطف نوردين سايل المدير العام السابق للقناة الثانية علمت اخبارنا قبل قليل ان نوردين سايل المدير العام السابق للقناة الثانية توفي ليلة التولتاء عن سن يناهز 73 سنة متأثرا بمضاعفات اصابته بفيروس كورونا وكانت ناديا لارغيت زوجة السايل قد اعلنت مؤخرا عبر مواقع التواصل اصابته بفيروس كورونا المستجد والدخول للمستشفى قز العلاج الراحل المزداد بمدينة طانجة سنة 1947 شغل ايضا منصب رئيس المركز السينماء المغربي ولعب دورا محوريا في تشجيع السينما المغربية على امتداد اربعة عقود ونعى عدد من المقربين من الراحل وفاته عبر تدوينات بمواقع التواصل من بينهم الزميل بجريدة شرق الاوسط حاتم الطيوي قائلا رحم الله الصديق العزيز نغدين سايل يعجز اللسان عن النطق وتتوقف لغة الكلام الكشف عن معطيات خطيرة كانت وراء وفاة الاعلامي صلاح الدين الغماري معطيات خطيرة كشفها جمال معتوق الأستاذ الباحث في القانون الخاص بكل يتستات وصديق مقرب بزاف للصحفي في دوزم صلاح الدين الغماري ففي برنامج في إداعة أصوات قدم معطيات على الدقائق الأخيرة في حياة الصحفي قال بلي جاتو سكتا قلبية وعيطو على الامبلونج عندو الطبيب من جيرانو ولقاه فاقد الوعي ولكن كيتنفس بصعوبة دارلي الماساج كارا دياك ووصلات سيارة إسعاف الأولى ما القوش فيها الأكسيجين يقول معتوق وتسنة والتانية وصلات القوش فيها غير شوية الأكسيجين يحكي الأستاذ الباحث اللي كيخدم خبيره مع إداعة خاصة منها دوزم وأصوات وخفها غير شوية يقول معتوق الإداعة داتوا الكلينيك لقوا الكلينيك عمر وهو ما غادين به الكلينيك آخر ما تفترك الباحث المتخصص في القانون الخاص قلب اللي خاص إجراءات قانونية قضائية لمتابعة المقصرين المقصر هنا في وزارة صحة كيف تخليهم بلوز تتحرك بلا أكسيجين معتوق قلب اللي جميع سيارات البومبية يستحيل تخرج بلا أكسيجين دبخص متابعة الوزارة ومحاسبة الوزير لمشي هذه أول فضيحة دارها عشنا قصص مغاربة ماتوا بسبب عدم التوفر على الأكسيجين العثماني للجزيرة استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل قرار صعب قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن الدول في بعض مراحل تاريخية تتخذ قرارات صعبة وأضاف العثماني في لقاء مع قناة الجزيرة مساء يومه التولة أن قرار استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل صعب ولذلك تأخر كل هذا الوقت العثماني شدد على أن المغرب سيقف إلى جانب الشاب الفلسطيني وتوابته نافيا وجود مقايدة بين الاعتراف الأمريكي بمغربية صحراء واستئناف العلاقات مع إسرائيل طائرات هليكوبتر لنقل لقاح كورونا إلى المناطق الجبلية النائعة كشف وزير الصحة خالد أيطالب أن الدولة سخرت جميع اللوجيستيك الضروري استعدادا لحملة تلقيح ضد فيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة المقبلة وقال أيطالب في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس نواب يوم تولتاء حول الإجراءات والتدابير المتخذة البشرية واللوجيستيكية التي أعدتها الحكومة لتوفير وتعميم التلقيح ومدى فعالية هذا اللقاح وإستراتيجية الوزارة لإنجاح هذه العملية أنه سيتم توفير لقاح لجميع المغاربة أكثر من 18 عاما ضمن المناطق التي يصعب الوصول إليها سواء في الحواضر أو البوادي وذكر أن اللقاح سيصل إلى الروحل ودوي الاحتياجات الخاصة وأبعد نقطة باستخدام جميع اللوجيستيك الذي يتوفر عليه المغرب وهو ما يؤكد أكثر احتمالية استعمال طائرات مروحية تابعة لوزارة الصحة أو الجيش لإيصال اللقاح إلى المناطق الجبلية الوعرة المسؤول الحكومي ذكر أن رحلات جوية من الصين وبريطانيا ستحط الرحال بمطار الدار البيضاء ومراكش ليتم بعدها نقل اللقاح إلى مركز التخزين بالدار البيضاء ومن تم توزيعه على باقي التراب الوطني عبر الوجيستيك خاص باستعمال رحلات جوية داخلية أي الطالب أكد أن الحملة ستغطي 80% من سكان المغرب أي حوالي 25 مليون شخص أعمارهم تزيد عن 18 عاما المغرب يرفض طلبا من الاتحاد الأوروبي باستقبال مهاجرين من دول أخرى قالت وزارة الداخلية يومه التلتاء أن المغرب رفض طلبا من الاتحاد الأوروبي لإستعادة رعاية دول أخرى يصلون إلى أوروبا من المملكة وكانت مفوضة شؤول الهجرة في الاتحاد الأوروبي إيفا ليوهانسون قد زارت ريباط هذا الشهر سائيا للتوصل إلى اتفاق يسمح للتكتل المكون من 27 دولة بإعادة المهاجرين إلى المغرب في مواجهة زيادة عدد الوافدين إلى جزر الكاناري الإسبانية وقالت وزارة الداخلية أن الطلب قد رفض وأوضح خالد زروالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود في الوزارة عبر البريد إلكتروني المغرب يصر على أن تتحمل كل دولة مسؤولية تجاه رعاياها ويستقبل المغرب ما يصل إلى 15 ألف من مواطنيها الذين يعيدهم الاتحاد الأوروبي كل عام كما وافق في عام 1992 على قبول مواطنين من دول أخرى من الجيبين إسبانيين سبتة ومليليا بشرط أن يتم ذلك في غضون 24 ساعة وذكر الزروالي أن المغرب منع هذا العام 32 ألف من العبور إلى أوروبا لواقعها على بعد 14 كيلومترا عبر مضيق جبل طارق وذلك مقارنة مع 74 ألف محاولة في العام الماضي وأضف أن تجديد دوريات المغربية على طول ساحل الشمالي وتأثير إغلاق الحدود بسبب كوفي 19 دفع شبكة التهريب إلى تحويل مصاريا نحو جزر الكناري على بعد 1400 كيلومترا قبالة ساحل الإفراقي منظمات الصحة العالمية تعلق على النوع الجديد من كورونا المكتشف في بريطانيا أعلنت منظمة الصحة العالمية أن النوع الجديد من فيروس كورونا الذي عطر عليه في بريطانيا ينتصر بصوعة أكبر ولكنه لا يمتل خطورة أكبر وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكون قد أعلن أمس تحديد ما وصف بأن نوع جديد من فيروس كورونا قد يكون مرتبط بالانتشار الأسرع للفيروس في جنوب شرق البلاد وصرح هانكوك أمام البارلمان مشيرا إلى تسجيل أكثر من ألف إصابة بكورونا في الأيام القليلة الماضية ومعظمها في جنوب البلاد ولفت الوزير البريطاني في هذا الصياق إلى أن التحليل الأولي يشير إلى أن هذا الفيروس المتغير ينمو بشكل أسرع وشدد هانكوك على عدم وجود حاليا ما يشير إلى أن النوع الجديد من الفيروس قد يسبب مرضا خطيرا مشيرا أيضا إلى عدم ترجيح أن تتغلب هذه الطفرة الجديدة على اللقاح المضاد اشتركوا في القناة